ثلاث سنوات مرت على إعلان السلطات الحكومية استعادة السيطرة على مدينة الموصل وما زالت المدينة تأن تحت وطأة الدمار الذي أحدثته المعارك والعبث الذي تمارسه الميليشيات المنفلتة دون رادع المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف عن قيام قوة مشتركة من الجيش وميليشيا حجد الشبك بمداهمات في الجانب الأيمن من مدينة الموصل واعتقال أكثر من عشرين شخصا من منطقة تل الرمان في عملية روعت بها الأهالي لا سيما النساء والأطفال الحادثة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة في ظل إطلاق يد الميليشيات في مدن وقرى محافظة نينوى حيث جاءت بعد أيام من بيان لميليشيا الحجد قالت فيه إن قوة تابعة لها قامت بعمليات دهم وتفتيش ضمن عدة قرى جنوب مدينة الموصل بينما تشن ميليشيات الحجد الشبكي وبابليون مداهمات متواصلة تعتقل على إثرها مدنيين وتقتادهم إلى أماكن مجهولة في غضون ذلك قالت حكومة كردستان العراق إنها رصدت تصرفات غير مسؤولة لميليشيات مسلحة في العديد من مناطق نينوى وأعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان العراق ديندار زيباري أن الميليشيات تدير سجونا سرية فيما يسمى المناطق المتنازع عليها في نينوى وهو الأمر الذي يعرق لعدة النازحين مشيرا إلى أن الميليشيات استولت أيضا على أراضي تعود لمواطنين نازحين وأحرقت منازلهم وممتلكاتهم وفي ذات السياق يؤكد عضو البرلمان السابق مادد شنغالي أن الميليشيات لا تزال تسيطر على بعض مناطق محافظة نينوى وسط عجز حكومي عن إدارة هذا الملف لتبقى الموصل ومدن نينوى الأخرى في واقع مأساوي على كل الأصعدة أما المناشدات التي يرفعها الأهالي فإنها لا تسمع وإن سمعت فلا أحد يستجيب ليتأكد مجددا أن مطلب الخلاص من النظام الفاسد ومخرجاته هدف يجمع أبناء العراق من أقصى شماله إلى أقصى الجنوب ترجمة نانسي قنقر